بسم الله الرحمن الرحيم حوالي 11 نقطة تقريبا او 12 يعني هنبتديها مع بعض سريعا لو بسيتوا معي على ال data show ال organic compounds وانت حط في بالك ان احنا بنتكلم على ال candle مثلا والتانية على ال table salt ال melting point هنا low هنا high ال boiling point هنا low هنا high بالنسبة لل solubility انا عاملة دول نقطة واحدة solubility in solubile in water بط solubile in benzine هنا solubile in water ال inflammability قابلية الاشتعال هنا inflammable and produce co2 and water هنا not inflammable but if it produces other gases لو حصل انها اشتعلت هتديني gases تانية طيب احنا اتفقنا ان ال comparison دي بتقدر تتغطى في 11 points احنا قلنا منهم لغاية دلوقتي 3 طيب بقية ال points ايه هي بص معي كده على ال data show مستمعية كده انا بكمل ال comparison بتاعتي ما بين ال organic وال inorganic احيي دي ال organic ودي ال inorganic compounds خلاص هنا بالنسبة لي دي ال point of comparison نقطة المقارنة انا هتكلم في ال point number 4 النقطة الرابعة انا هتكلم على reactivity يعني من حيث النشاط الكيميائي هما reactive ولا not reactive هنتكلم على reactivity احنا عارفين ان ال organic compounds اهي reactivity ال organic compounds اصلا covalently bonded وبالتالي ال reactivity بتاعتهم او rate of reaction سرعة التفاعل عندهم rate of reaction سرعة التفاعل هنا slow rate نسبيا هما بطاع وهنا fast rate ليه بقى قولناك كلم ده في شابتر 3 عشان ال inorganic compounds اصلا بتكون between ions فonce they meet they combine لكن ال organic compounds بتكون between molecules so they need to be broken first before starting the chemical reaction طيب انا هقارن بين ال organic compounds في حاجة اسمها الظاهرة اسمها polymerization وظاهرة اسمها ال isomerism انا عايزة بس اقولكم على حاجة isomerism الحقيقة الظاهرتين دول انا هشرحهم in details بعد ما اخلص ال comparison انها they can be polymerized بس ال organic يقدروا يعملوا الظاهرة دي can be polymerized هنا cannot can't ان شاء الله هكمل ال isomerism بعد الفاصل سأنتظر لكم بعد الفاصل انتظر لكم بعد الفاصل هقول لكم اين الظاهرة دي النقطة اللي هتكتب في ال comparison organic compounds can be polymerized in organic cannot ال isomerism احنا ال isomerism اتكلمنا فيها قلنا ان ال isomerism معناها او يعني can be can be have isomers عندهم ال organic compound have isomers عندهم isomers هنا haven't هنا ما عندهمش isomers حقيقة دي النقطة السادسة في ال comparison بالنسبة للنقطة السبعة الحقيقة كنا لازم نبدأ بها لايه ال structure اصلا ال organic compound مين اللي بيتكونوا من carbon atom لكن ال in organic لا ممكن يبقى فيهم carbon او other atoms هادي النقطة ال comparison اهي هادي جدول comparison بتاعي اوكي معايا كده بص تمام اوكي هادي ال point of comparison وهادي الفرق بين ال organic وال in organic هادي organic وهادي in organic compounds هنا compounds النقطة number seven ال structure هنا ال organic compounds contain carbon mainly او mainly carbon هنا carbon or other atoms او يعني ممكن يكون فيه carbon او لا طيب النقطة التمنا في ال comparison وهي بالنسبة لل type of bond ودي قلناها في ال rate بس هنقولها قاني number eight type of bonds نوع البند في ال organic covalently bonded covalent bond في ال in organic covalent or ionic في كده وفي كده covalent or ionic في ده وفي ده حسب اوكي دي كانت المقارنة بين ال organic وال in organic compound احنا متفقين ان في كلمة polymerization احنا مش عارفينها يا ميسيز راشا وحضرتك هتعرفين يعني ايه polymerization وانا بشتغل حراجة سريعا مع حضرتك تعريف المolecular formula وال structural formula تاني وال isomers الفكرة كلها ان تبقى كل ال data قدام حضرتك عشان تقدر تجمع فكرة فكرتك عن ال organic chemistry اولا ما معنى كلمة polymerization انا اول جملة عايز اتكلم فيها كلمة polymerization هي simple لان هي ليها separate lesson درس منفصل هنتكلم فيه polymerization معناها it is joining of large number of small molecules called اسمهم monomers to form one big molecule called polymer مش فاهم حاجة مثل زراش فاريكة انا مش فاهمه حاضر فاهمه حاضرتك فيه ظاهرة بتحصل في polymerization ان نقدر monomer صغيرة ترتبط مع بعضها يعملولي molecule كبير هافترض ان انا هعمل symbolizing للمونيمر على شكل circle ممكن يبوند دي بوند مع circle تاني او سفير مع ثالث مع رابع مع خامس مع سادس انسون لغاية مثلا ممكن من hundred molecules الكبير ده على بعضه اسمه polymer والوحدة الصغيرة اسمها monomer هذه الظاهرة من ارتباط المونيمر مع بعضها ما بتحصلش غير في الورجانيك chemistry او الورجانيك كومباونز هذه الظاهرة لا تحدث في الين اورجانيك ده معنى كلمة polymerization هنفتكر مع بعض معنى كلمة isomers و كلمة molecular formula و structural formula اوكي نيجي هنا نكتب مع بعض الجملة التانية اللي عايز افكركم بيها تعريف isomerism ودي برضو بتحصل في الورجانيك ما بتحصلش في ال inorganic isomerism phenomenon in which organic compounds in which هي in which organic compounds have same molecular formula but different structural formula هدي اول حاجة مختلفة number two different physical properties different chemical properties المثال اللي انا شرحته قبل كده بتاع c2h6o اولتلك هتنقي الاعداد هم صغيرة وتعملهم backbone اهم او المنظر ده وتكمل حسب h's بتاعتك فيتبقى هنا three h's المثال ده انا المثال ده انا سبب ما انا شرحت الايزومرزم تاني ان انا محتاجة اتكلم عليه شوية وهي وادي هنا طيب المثالين دول مين ومين بقى المثال ده بيمثل حاجة اسمها dye methyl dye methyl ether الdy methyl ether ده البولنج والملتنج بوينت بتعصوا غيرين doesn't react with sodium ما بيتفعلش معه السوديم بينما المثال التاني وهو ethyl alcohol او ethanol الحقيقة قلنا ان الorganic compounds بيبقى حاجة واحدة وليها اسمين ethyl alcohol او ethanol عنده ده react with sodium يعني لو جاء اللي يفرقي بينهم في الامتحان chemical هقوله ده react with sodium او ده doesn't react with sodium ده لا يتفاعل مع السوديم doesn't react وبالتالي لو جبت تاستتي وفيها dye methyl ether no bubbles of hydrogen gas release هنا react وبيطلع hydrogen gas وده سبب اسراري على اني اعيد الجزء بتاع الايزوميرزم تاني لحضرتك عشان لو جاء اللي how to differentiate between ازاي تفرقي ما بين dye methyl ether وبين او ethanol انا حقوري لك السؤال ممكن يجي زي احنا متفقين مع بعض انه الجزء اللي هنشرحه لو عليه سؤال هنقوله هو السؤال بيقول how to differentiate practically how to differentiate practically between between dye methyl ether and ethanol هو السؤال بيقول كده ازاي هتفرقي بينهم طيب انا هقول له ان انا هجيب test tube two test tubes contain liquid of dimethyl ether well ethanol طبعا ال both liquids are colorless هنا test tube one هنا test tube two عملهم label add add to both to both liquids piece a piece of sodium حتة sodium حتة لو لقينا اطلع bubbles of hydrogen gas released if bubbles of hydrogen gas released so it is ethanol او ethyl alcohol هنعرف منين انه hydrogen gas انه بي burn with a pop sound لو قربتم انه lighted match هي burn with a pop sound بيعمل صوت فرقاء سمعيني الصوت ده هو اللي بنشوفه بنسمعه في الصوت التاس tube يبقى تيز ايتانول او ethyl alcohol because hydrogen gas released note افتكر ان الhydrogen gas قولنا burn hydrogen gas burns with pop sound بصوت فرقاء اوكي لكن في الحال test tube nothing released هنا ما فيش اي حاجة هتحصل no reaction السوديم doesn't react with dimethyl ether يبقى ده ايثانول والتانية dimethyl ether رمز الاثانول لو رمز كده c2 h5 h ده ch3 o ch3 ه عايزة استغل فرصة اللي انا عملته مع حضرتك واحنا كنا رسمين الطريقة بتاعة formula وعشان نجمع المالكل احنا متفقين ان احنا ماشيين مع بعض كلمة كلمة عشان نبقى فهمين الجزء ده كويس جدا احنا دلوقتي كنا رسمين المنظرين اهم لو تفتكر كده معانا اهم كنا رسمين ادي واحد كده والتاني كده صح وقلنا ان انا بكمل البونز بتاعتي كده حصل اه انا عايزة كتبه فهم كل كلمة اه تمام طيب وهنا لا ده انا هكمل هنا تلاتة هنا اتنين هنا واحد صحي كده طيب بصوا بقى معاين ده ايه وده ايه قلنا قلنا ده داي مثيل اثر داي مثيل اثر انا عايزة بقى اعمل ايه عايزين نعمله موليكولر فورميلة حبيبي طبعا موليكولر فورميلة C2 H6 جمعت اتنين C1 O 6 H هنا الايثانول او ايثايل الكوهول C2 H6 O طب لو انا دي موليكولر فورميلة لو انا عايزة ودي Structural فورميلة الطريقة دي بنسميها Stretched Structural لو عايزة عاملها Condensed باكتبها كده CH3 O CH3 هنا برضو دي Structural فورميلة بس بشكل تاني ممكن اكتبها CH3 CH2 O C2 H او هنا انا ممكن دي كده Condensed Structural formula في طريقة تانية لكتاب الده عشان افرها تبقى C2H5 O بالنسبة لنا دي تعتبر موليكولر فورميلة بردو بس بطريقة تانية لكن دي تعتبر Structural formula فهمتوني؟ انا بقى عملت كل ده عشان الفورميلة دي تمام؟ انا كده اتكلمت عن الارجانيك كومباوند وعن الايزومرز وعندي اكزامبل بردو عشان ابقى قفلت النقطة دي وقلنا عن ايه موليكولر فورميلة وعن ايه Structural formula الموليكولر شو تايب عند نمبر اف اتومز والاستركشلال شو تايب عند نمبر اف اتومز عند هاو دي بوند عايزة اديلك اكزامبل تو اكسرسايزت لو انا عندي حبيبي C5H12 ابني او بنتي في تانوية عامة انا جاي بقوله draw the possible isomers draw it's possible isomers الحقيقة النقط دي انا هنقشها تاني كل واحدة في مكانها بس انا بديك hint كده عن الموضوع انا قدامي يا مستراش احتمال ان حريك العدد اقال بعمل منه الباكبون او وكمل اللي ناقص ايه H's انا عملت اللي حضرتك قلتلي عليه ممكن اعمل ايزومرز ايه بقى انا عايز اعلمك برضو عندنا سر من اسرار chemistry احنا كنا قلنا قبل كده اسرارهم اربع اسرار انك الاول تعرف هي organic ولا لا chemical مرة اتنين انك تعرف تفرق ما بين molecular formula ثلاثة ترسم structure formula اربعة احنا بنقول ان هما بيدوبوا في البنزين متقوليش البنزين ده اللي هو car fuel لا احنا عندنا ما اسمعاش محاطة بنزين فلن نسميها gas station او fuel station او petrol دول ملهمش علاقة بالبنزين اللي انا بتكلم عليه اللي انا بتكلم عليه البنزين ده structure اسمه C6H6 هتكلم عليه دلوقت لكن اللي في العربية ده اسمه gasoline عشان كده اقول gas station نسبة لكلمة gasoline gasoline ده car fuel فده ما نقولش عليها محطة بنزين لا gasoline station محطة gasoline محطة petrol محطة fuel محطة وقود لكن ما قلش عليها بنزين بنزين ده chemical structure مختلف تمانهم وانا هرسم لكم الاثنين الفرق بينهم يعني في الحلقات الجاية يعني هنقول اسرار الorganic chemistry دي طريقة السر بقى الخامس انه لما جارس ايزومر يعمل خمسة straight يعمل اربعة وحاجه اسمها branch لان كانت من اسباب تعدد الorganic compounds كانت الاسباب بتاعتنا انه الorganic compounds يقدروا يعملوا straight chain يقدروا يعملوا open chain يقدروا يعملوا cyclic كان فيه سر خامس انا هتكلم عليه دلوقتي انهم يقدروا يعملوا straight chain او branched ده ينوع الorganic compound فيخلي فيه variety في الorganic compounds لما اجي اعمل branch حبيبي ما اعملش branch لا على اول carbon ولا على اخر carbon branch carbon هنعرف برضو فيه معانا تابعونا في الحلقات هنعرف ليه ما انفعش اعمل كده يبقى branch carbon مش على اول ولا اخر carbon branch carbon في النص دايما فانا ممكن اعمل اربعة وكمل اللي ناقص H اهم خلي بالك ان الcarbon الطرفية دايما H3 اي carbon طرفية بتاخد H3 والcarbon اللي في النص H2 ساعات H حسب لو فيها branch وممكن اعملهم بدل خمسة واربعة وواحد اعمل ثلاثة واثنين ادي الثلاثة واعمل branch من النص احنا متفقين ما نعملش branchات من على الحروب هكمل الباقي عندي H هي H عايزك بقى في الاول السر بتاع الorganic انك في الاول ارسم ال H بالبند كده اقصادك متجمعهمش وتعملهم ليش condensed في الاول condensed با عايز advanced level تكون يعني اتدربتك فيها اهو اهو كل اللي على الحروف خدوا H3 يبقى دول خمسة او اربعة وواحد او تلاتة واثنين دي كلها ايزومرز قدامي كل محدد من نفس الفورميلة سي 5H طيب انا بقى هبتدي دلوقتي اعرف هاو كنا اي ديتاكت الorganic material انا اعرف منين انها organic يعني انا اعرف منين ان اللي قدامي ده هو organic material هعلمك طريقة لطيفة جدا تعرفك الorganic material من ال inorganic material يعني biopractical test عن طريق experiment هنعملها سوا يعني experiment هنشتغلها واش حالك هتفهمك ازاي بفرق بين الorganic والinorganic material ايبقى السؤال هاو كان يو ديتاكت كاربون and hydrogen in the organic material يعني كأنه بيسألني بطريقة تانية هاو كان اي نو انها organic اصلا or how can we know it is organic material هي لو organic هيكون organic material هي لو organic هيبقى فيها كاربون وايه وهايدروجين material اهي خلاص انا عايز اعرف اصلا هي organic material ولا طيب هادي question mark 2 هيا لو ارجانك هيبقى فيها كاربون وايه انا هديتاكتو ازاي بقى عايزين نتعلم مع بعض نبتدي نرسم تجارب من اول هنا بيجي لنا رسومات تجارب اولا او انت بترسم التجاربه لازم ترسم straight line بمصدرتك انا رسمت بايدي انت هترسم بمصدره نمر اتنين هنجيب تاست سيوب نحط فيها material under test المaterial under test دي بقى المaterial under test المادة اللي انا هكتشفها اللي هي عايز اعرف اورجانيك ولا لا ممكن تكون piece of bread piece of leather piece of cloth حتة قماش ممكن تكون حاجة من دول هحط معاها كمان مادة copper oxide مصدر اوكسوجين الانبوبة بتاعتي هقفلها ب stopper سدادة مطلع منها تيوب ولازم يكون فيه source of flame مصدر نار عشان اسخن يحصل reaction ما بين material under test والكبر اوكسايد طيب هنيجي بعد كده هنعديها على اللي هيطلع بقى هي دلوقتي لو فيها حيدروجين هيحصل ايه؟ هعديها على material اسمها white copper sulfate او بنقول عليها anhydrous copper sulfate خلاص؟ طيب المادة دي هيجرى لها ايه؟ لو فيها هيدروجين هيتفاعل مع الاكسوجين اللي في CO H2O هيديني CU الواحده ويطلع لي H2O liquid water liquid water بعملها detection باستخدام الكبر sulfate اللي لونها white بتحول من white ل blue طيب بالنسبة لو فيها كربون هاديه على clear line motor 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 gets milky دي خدناها في شابتر 2 بسبب ان الكربون مع اتنين من CO هيديني اتنين CU الواحده plus CO2 gas CO2 gas هيتفولف هيتربد clear line motor يبقى دي التجربة ودي الاكسوجين ولازم اكتبها له experiment observation conclusion experiment step one make as shown in figure number two observation if the color of the white copper sulfate becomes blue this means that water passed or water come from hydrogen رح كاتب الإقوائش if the clear line motor becomes milky بادا carbon the oxide come from carbon وغود الهيدروجين والكاربون بيقول انها organic material طيب انا بكده خلصت detection بتاع الورجانيك والكلام ده كله هندخل على معكومة جديدة اسمها classification of organic compounds تصنيف الورجانيك compounds عايزك بقى من اول هنا انا الورجانيك كلها مشكلتها انها من ضمن the dis advantage بتاعتها يا مادة جميلة جدا ليها شوية عيوب العيوب ان الكلمة الواحد compoundه الواحد ليه اكتر من name اللي هي بالتاني عدد الاكواجينز بيبقى ضخم الرقم 3 انها متوصلة بعضها يعني حلقات الورجانيك لا لازم تتابع ما فيش حاجة اسمه ان الحلقة دي وقعتها ما مسترقتش عليها لا انت هتتفرج على كل الحلقات باتباع ورا بعضهم عشان الورجانيك زي بطبيعتها chain سلسلة ورا بعضها طيب احنا عندنا عنوان اسمه classification of organic compounds يلا هنا classification تصنيف الورجانيك كومباونز تصنيف الورجانيك كومباونز هنصنفهم ازاي بصوا بقى معي هنقسمهم الاول كده بشويش لحاجة اسمها hydrocarbons وحاجة اسمها hydrocarbon derivative عايزك بقى تركز معايا hydrocarbons هي عبارة عن organic compounds have carbon and hydrogen only يبقى تعرفها they are organic compounds have carbon and hydrogen only لكن دول they are organic compounds sorry have carbon وهايدروجين وأتومز سوري طيب احنا بقى انا عنوان حالاتي النهاردة هايدرو كاربونز انا هتكلم على الهايدرو كاربونز بس اللي هم نبدأ سوري انا عنواني دلوقتي كلاسيفيكيشن اف هايدرو كاربونز هنصلنا في الهايدرو كاربونز هتسيب بقى كل حاجة وتركز معايا احنا متفقين من الاول بنجيب معنا كل راستنا وحاجتنا وبنتفرج وبنركز مصبع معايا الهايدرو كاربونز نوعين الاول كده يا الافتك يا اروماتك ايه اصل التسمية الافتك دي اصلا جاية من كلمة لاتن اسمها الافوس يعني دهون اروماتك جاية برضو من لاتن وورد اسمها اروما يعني ليه ريحة حاجة ليه ريحة طيب طبعا دلوقتي الكلام ده مش هو ده الاصل عندنا بس احنا بنقول سر الاسم جيه ازاي طب دلوقتي بقى ايه الاروماتك انا هبدأ بيها الاروماتك اي كومباوند عنده البنزن رينج اللي هي بتاعت التنظيف اللي ميسيز راش قالت عليها البنزن رينج بتكتب كده سي 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 ستة سي كده فيه ما بين كل اتنين كاربون اتم دبل بوند alternative وذا سينجل بوند بالتبادل دبل سينجل دبل سينجل دبل كده متبقي له ايه اهي يعني ده كده الستركشرا الفورميلة الموليكيلر فورميلة سي 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 انا ممكن ارسمه بطريقة تانية كده كده او كده كل المنظر ده اروماتيك يعني دلوقتي هنفوض الاروماتيك اللي فيه البرسنتج وفهايدروجين نسبة الهايدروجين اقل من البرسنتج وفكاربون ده كده بتا تعريف الارغانيك ناوى دايز بقى اللي عنده نسبة الهايدروجين اقل من نسبة الكاربون بس دا لا ما احنا هناخد اجزامبل تاني دلوقتي اسمه الناففلين انا هتديهولك في السلايد التانية الناففلين اهو برضو دا عبارة عن حلقتين بنزين مرتبطين ببعض يعني ملحمين في بعض هنلاقي نفسينا شايف بقى نسبة الهايدروجين اقل ازاي من الكاربون دا النفثالين دا النفثالين اللي حردتك بتستخدمه في الستورينج نفثالين تخزين الهدوم بنحط في النفثالين وده لي ريحة وده يأكد انه اروما اروماتيك طيب يبقى الاروماتيك بتاعة دلوقتي البرسنتج هو في هيدروجين اهل من البرسنتج هو في كاربون نيجي بقى للأليفاتك والاروماتيك بنقول عليه سايكليك يعني سايكليك حلقي في حلقة في حلقة هو صح يبقى انا ممكن اعتبر انه الاروماتيك سايكليك نكتب المعلومة دي في السلايد التانية انه الاروماتيك او الاروماتيك كل الاروماتيك او سايكليك حلقات وكمان انساتيوريت يعني يبقى انساتيوريت انساتيوريت يعني عنده دابل بوند وساعات تريبل بوند بس طالما فيه دابل بوند ما بين السي والسي بنقول عليه انساتيوريت يبقى كل الاروماتيك او اول الاروماتيك او سايكليك ده كده الأرماتيك بنرجع لللي كنا فيه الأليفاتيك بنركز بقى إيه قصة الأليفاتيك الأليفاتيك فيه شكلين منه فيه شكل سايكليك وفيه شكل آسايكليك الآسايكليك ده اللي هو الستريت سلسلة مفتوحة ما فيهوش حلقات خالص ده معنى كلمة آسايكليك طيب الآسايكليك فيه منه شكلين يئمة ساتيوريتد يئمة السايكليك ده ساتيوريتد الأرماتيك هو الآسايكليك ساتيوريتد طيب نيجي للآسايكليك ساتيوريتد كل البندات سينجل بند هنا الآسايكليك ساتيوريتد فيه دابل وفيه تريبل كوفيلانت بون السايكليك ساتيوريتد بيبدأ من حلقة ثلاثة فيه أربع فيه خمسة اللي هو البنتاجون يا ده تسمى سايكليو بروبين هنعرب بقى الأسامي دي دلوقتي مع بعض طيب إحنا عايزين نشتغل على إحنا قرماتك خلصناه عايزين نشتغل على الأليفاتك هنشوف مع بعض الأليفاتك إيه قصته الأليفاتك حضرتك أنا عندي قلت لو قلت لك أليفاتك أنا عايزك شوفهم أربع كلماتهم أنا عايزك تتأكد أنت كل كلمة من الأربعة دول أنت عارف معناها مش ترجمة عربي لأ ترجمة كامستري يعني عارف أن أليفاتك يعني مفهوش البنزن رينجي دي عارف أنه عايزك يعني كاربون أتومس جنبها ساتيوريتيد يعني كل البندات سنجل هايدرو كاربون يعني مفهوش غير كاربون وهايدرو يبقى أنا عندي كاربون أهو تشين كل البندات اللي بينهم سنجل ومفهوش الشكل ده يبقى ده كده أليفاتك طالما الشكل ده مش موجود يبقى أليفاتك وبكمل اللي ناقص اتشات هادي الفاميلي أوف أورجانيك كومباونز اللي كل بنداتها سنجل كوفيلانت بند وأوبن تشين بنسميهم أل كينز بنسميهم إيه أل كينز تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه أل كينز أنا عايزك تبقى فاهم كل كلمة أوكي يعني إيه أل كين أل كين أولا هي كلمة أو يعني word have two parts من مقطعين هي كلمة من مقطعين كلمة أل كين من two parts ال two parts ال part الأوليني بيكلمني ده اللي بنسميه البريفكس ال part الثاني بنسميه صافيكس ده البداية وده النهي الق دي إكسيبراس النمبر of carbon atoms النمبر of carbon atoms وإنز إكسيبراس that all bonds between carbon atoms are single covalent bonds يبقى حضرتك لما تشوف كلمة الك إنز تفهم إيه الك ده عدد الكربون أتم أنا عارك تكلم عليها دلوقتي بعد شوية إنز يعني إن كل البندات اللي بين الكربون أتم single covalent من الالك إنز عندهم general formula has general formula أو have general formula cn h2n plus 2 يعني لو أنا عندي كربون واحدة يبقى الh 2 time 1 by 2 plus 2 4 طب لو عندي 2 كربون يبقى الh 6 يبقى أنا بعرف إن ده الكين من الجنرال formula ولما يكون الكين يبقى معنا كده إن كل عدد كل الكربون أتمز بينهم single covalent bond ده كده ده كده مين الالكينز تمام طيب نيجي إحنا بنتكلم على الالكينز أو أنا أسفة إحنا لسه في التقسيمة بتاعتنا كنا قايلين إنه الأليفاتك هم متقسمين كمان unsaturated قايلين إنه لسه فيهم إحنا كده خلصنا saturated وسمناهم الالكينز وقلنا إن الالكينز عندهم general formula cn h2n plus 2 طيب بالنسبة للدابل والتريبل بوند الدابل بوند بنسميهم الالكينز نفس الكلام two parts الالكينز الpart الأولاني بإنديكات النمبر في كربون أتمز نقطة دي إحنا لسه ما تكلمناش فيه الpart الأخراني بيقول إن فيه دابل بوند الجنرال formula بتاعتهم cn h2n يعني الهايدروجين دابل الكربون التريبل بوند بنسميهم الكينز برضو كلمة من مقطعين بريفيكس عدد الكربون والصافيكس بيقول إن فيه تريبل بوند أتليست وان تريبل بوند هنا أتليست وان دابل بوند الجنرال formula cn h2n minus 2 نيجي بقى ليه السايكل اكساتيوريتد بنسميهم سايكلو الكينز أظن أنت بقيت عارف سايكلو يعني شكل هندسي مقفول الكينز يعني كل البوندات اللي بين الكربون أتهم سينجي الكوفيلانت من هنلاقي الجنرال formula cn h2n الله ده دول ايزومرز دول بيعتبروا ايزومرز للالكينز عشان عندهم نفس الموليكيلر فورميلة بالدفراند استركشورال فورميلة ودفراند فيزيكال انت كاميكال بروبريتز يبقى لازم أبقى عارف إنه الالكينز والسايكلو الكينز are isomers ودي ممكن تجيلي give reason ليه الالكين والسايكلو الكين هقول له عشان الاتنين عندهم نفس الموليكيلر فورميلة بالدفراند استركشورال فورميلة استركشورال فورميلة مختلفة عندي طيب تعالوا نشوف مع بعض احنا هنتكلم على كل فاميلي او كل عائلة لوحدها يعني انا هتكلم على الالكينز لوحدهم هتكلم على الالكينز لوحدهم على السايكلو الكين الالكين and so on ان شاء الله wait for me after the break هتلقوني بنتكلم على كل فاميلي لوحدهم I'll wait for you after the break the break احنا بنكمل شغلنا في الارجانيك كاميستري دلوقتي على هنتكلم على each family في الهيدرو كاربنز انا هتكلم على اول فاميلي عندي وهي الالكينز قبل اي كلام عن اي حاجة احنا كنا متفقين ان الهيدرو كاربن متقسمين فاميليز كده الكين 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 سايكلو الكين واروماتيك كده انا عندي حوالي 5 فاميليز 5 أسر 5 أسر في الهيدرو كاربنز الفاميلي الوحدة مشاهة فاميلي بالانجليش بالكاميستري اسمع هومالوجس سيريز وفيه تركاية فيها هقولك عليها يبقى الأول ما معنى كلمة هومالوجس سيريز هومالوجس هومالوجس سيريز هومالوجس سيريز هومالوجس سيم group of organic compounds هومالوجس سيم general formula هومالوجس هومالوجس 今天 كيميكي نفس كيميكي نفس ب فيزيكي الظرو cleans ايه البيزيكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يزيد عن الي قبله Prophene CH2 Prophene CH2 Group Prophene CH2 Group Prophene MH Thy Prophene Sثار Propheneic D حاجة دلوقتي بس الأول عمدينا تركاه في كلمة homologous series يقول لي ليه الالكينز are homologous series because they have same general formula same chemical properties physical properties graduated each member increase from previous one by CH2 الالكينز ليه هما homologous series نفس السبب الالكينز cycloalkanes أنا عندي الهمالكينز هي أثر جوة الورجانيك كمباون بقول هي group of organic compounds يبقى homologous series زي مين زي الالكين الكين الكينز cycloalkanes aromatic hydrocarbons دول في الhydrocarbons لسه فيه homologous series في الhydrocarbon derivatives طيب ايه التركاية بقى التركاية ان احنا دايما بنطلخ بط بين تعريف الhomologous series وتعريف الايزوميرزم او الايزومرز احنا لسه كنا واخدين تعريف الايزومرز و او الايزومرزم و قولنا انهما او الايزومرزم او الايزومرزم او بصيت معايا او الاييد الايزومرزم الهومالوجس سيريز طيب انا دلوقتي عايزة ابدأ بالالكينز قبل اي حاجة احنا كنا متفقين ان كلمة الكين او الكين او الكين او سايكلو الكينز المقطع الاولاني البريفيكس بيعبر عن حاجة اسمها النامبروف كاربون اتومز عدد الكاربون اتومز بصوا بقى انا ما حديش مشكلة ان النهاردة حلقتي كلها تبقى على ازاي الالكينز يتسموا ما عنديش مشكلة بس دي السر رقم 6 في الاورجاني كاميستر السر الاولاني قلنا انه ابقى عارف اصلا ده اورجانيك ولا لا السر التاني لو اورجانيك انا عارف الموليكيولار فورملا دي والاستركشلار فورملا بعرف افرق السر التالت بعرف ارسم السر الرابع انا مميز ان البنزين حاجة والجاسولين حاجة تانية السر الخامس انه انا لو بتكلم على هيدرو كاربنز انا بعرف الهايدرو كاربنز دي انوحق الكلاسيفيكيشنز بتاعتها السر السادس يبقى لو انا بتكلم على النومنكليتشر تسمية الالكينز وطبعا دلوقتي ظاهر على الشاشة الرقم الاتصال بنا في الحلقة هبقى سعيدة قوي لو طلبتوني وسألتوا اسئلتكم بس رجعنا الاسئلة تكون في اللي احنا بناخده عشان يسهل على الاتصال بنا في الحلقة زميلنا اللي متابعيني اللي هو ما بيعملش حاجة غير انو بيتفرج على التليفزيون في الحلقات بتاعتنا ويذاكر معانا انو مايتوهش مننا ويخرج في موضوع تاني طيب هنبدأ النومنكليتشر اوف الكينز اوكي بصوا بقى معاي احنا قلنا ان كلمة الك بتعبر عن النومبر اوف كاربون اتومس حضرتك دارس طول عمرك عربي وانجلش واذا كان في ناس بتاخد لغة تالتة اذا كانت فرنش او جيرمان فعارف انو في درس من دروس دي الارقام زي ما هما واحد اتنين تلات اربعة بالعربي زي ما هو وان تو ثري بالانجلش ان دوت غوا بالفرنش مثلا اينز في دراي بالجرمن المهم ان الارقام لها اسامي احنا بقى عندنا في الكامستري اسامي الارقام في اللاتن لانجوج كالأيتي لو انا عندي انت عتعد معانا لغة تان بس فالنمبر اف كاربون اتومس انين بتاحهم لو كاربونة واحدة يبقى اسمها مث اتو اتو ايث تري اث ساعت وClبي شمعة لانجلشة ثانية ford beut ثان فهمت ايه فهمت النمث اولا كربون واحدة ان ان all the bonds around it are single covalent bond ان الجنرال فورميلا cn h2n plus 2 يبقى انا عندي c1 h4 يبقى دي فعلا الاربعة h هما الاربعة single covalent bond نتدرب تاني لغاية ما نبقى مستوعبين وفاهمين ممشية الدرس ازاي عشان كلنا نبقى فاهمينه ناخد example كمان عشان نستوعب كل بتاعتنا انا جاية بقولك طبعا همشي في المتاحين يقولك propane لا 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 بس انت تبقى عارف يعني ايه propane انت عليك انك تترجم السؤال مش عربي تترجمه كيميا طب انا لما اقول propane اوه انا لما اقول propane prop يعني ثلاثة كاربون وان يعني ابيل جنرال فورميلة سي ان اتش تو ان بلاس تو يبقى سي ثري اتش ايت دي كده الموليكيلر فورميلة بالنسبة هرسم ثلاثة كاربون وكمل اللي ناقص حواليهم اتشات فهمتو بقى المقصود من الاس احنا بقى احنا بنتكلم على النومنكليتشا انا جاي اقولك مثلا pentane pentane يعني خمسة كاربون اتش اجرسمهم هم الخمسة اهم طالما قال لي اسمه pentane يبقوا هم خمسة كاربون ما اجيش اعمل البرانشز اللي هي اربعة وواحد او تلاتة واثنين لا ان دول هيبقى ليهم اسم تاني مش فاهم قصدك يا مستراش هنتعلم الاسامي دلوقتي ووريك انه فيه فرق بينه حالا لما قولك pentane اي مين اي مين ان انا اي درو فايف كاربون اتمز جنب بقى اوكي طيب تعالوا بقى نتعلم النومنكليتشا اسم الالكين ازاي قدي الالكين اسم الموضوع ده مهم جدا هو ده اللي بيخليك تعرف تقرأ السؤال في الامتحان وتعرف تجاوبه وتبقى فاهم انت مطلوب منك تعمل ايه بص بقى معاي دلوقتي اي اسم في الدنيا بيبقى مثلا انا اسني مثلا راشا عبدالوهاب راشا ده برانش وعبدالوهاب ده البارنت الاصل الروت نيم هتلاحظوا وانا بكتبهم بالانجلش انه هكتب راشا هي كده هي راشا عبدالوهاب ده اسمه البرانش مكتوب فين البرانش زي ما انت شايف البرانش مكتوب في الليفت هاند سايد في الرايت هاند سايد ده بنسميه او هنا ده طبعا ده البرانش نيم هنا اسمه الروت او البرانت نيم ده بيتكتب في الرايت هاند سايد الورجانيك كمباونز برضو بتتكون من جزئين جزئ اسمه البرانش وجزئ اسمه الروت الحتة دي بقى عايزة مننا شوية مجهود ايه هو المجهود المجهود الاول انه يديني حاجة مرسومة يقول لي جيفتها نيم المجهود التاني انه يديني نيم يقول لي انت يرسميه يبقى انا قدام جزئين عايزة اعمله انه هو مديني الدروينج وانا ارسم وانا اعمل الميم الطريقة التانية انه هو مديني نيم وانا ارسم تعالوا نبدأ الاول نبدأ الاول كده بشويش انه انا مديني الاس وانا ارسم هو جاي بيقول لي مثلا ام تو مثال بيوتى انا هبدأ انه مديني الاس عشان اعلمك قصة البرانش والروت ده برانش وده روت اهو هكتب عليهم اهم ده برانش ده فرع وده روت اللي ببدأ بيه الاول دايما الروت الاصل 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 ادور ببدأ بالروت اوكي وبعدين الخطوة التانية البرانش الروت انا قلي بيوتين البيوت كم كاربون اربع وان تو ثري فور اين كل البندات اللي بينهم سنجل انا نفست جي قلي على الكاربون نومبر تو اهي هعد انا مسلا هنسايف from the right hand side وحتى انا عايز يعد من اللفت هنسايف مش هتفرق ادي كاربون وان تو ثري فور على الكاربون تو حط برانش اسمه مثل راشا حتة مثل دي انا مش فاهمها عندك حق ليه بقى لاني انا عندي حاجة في الارجانيك اسمها الاطوميك جروب عايز اقولها الاول بعدين ارجع للنومنكليش الاطوميك هي عبارة عن جروب او جروب اوف ااتومز bonded together تفورم او افارت او اورجانيك كمباوند نوت او اورجانيك كمباوند كمبليت هي جزء من اواجانيك كمباوند وليست اواجانيك كمباوند على بعض اندي كانت اكزيست فريلي يبقى انا عندي حاجة اسمها الالكايل جروب الالكايل جروب بنديها جنرال فورميلا آر وجنبها بند كده الالكايل جروب تعرفها it's group of atoms form apart of organic compound can't exist alone its name ismaha derived from جاي من corresponding الكايل من الالكايل المقابل by removing A-N-E and replace it by ونبدلها Y-L يعني A and contain less number of hydrogen than alkenes by one يعني ايه الكلام انا عندي CH4 ده methane صح sheil منه H بقى CH3 جنبها bond دي اسمها methyl belash ethane C2H6 sheil منها H طبعا دي مش طريق تحضير ده انا بقولك الاسم جنب مين بقت C2H5 جنبها bond بقت eth ethyl والethyl دي بالذات انا ممكن اكتبها بطريقة تانية انا ممكن اكتبها كده CH3 CH2 bond تبقى ethyl برضو اوكي يبقى methane methyl ethane ethyl propane propyle بينقص عن الالكين المقابل H فبدل ما هم 6 بقوا 5 بدل ما هم 4 بقوا 3 عشان كده هو ما يقدرش الواحده لازم يرتبط بcompound زي ما شفنا 2-methyl butane ده رجعنا للرمز اللي كنا بنتكلم عليه اهو 2-methyl butane انا رسمت الاول parent butane 4 carbone وجيت عال كربون رقم اتنين حطيت branch اسمه CH3 اكمل بقى لناقص H انا كده خلصت الاسم السي اللي على الحرف ناقصها 3 bond اهم دي ناقصها 2 دي ناقصها 1 اسفة دي ناقصها 2 دي ناقصها 3 خدتوا بالكو طيب مثال تاني مثلا جاي بيقول لي يبقى انا دلوقتي برسل الparent الاول انا هشتغل على النوطة دي دلوقتي والتاني نشغل على الparent وبعد كده انقل على branch انا عندي مثلا جاي بيقول 3 chloro pentane اولا لاحظ وانا بكتب الارقام بين الرقم والاسم بحط داش هرسم الparent الاول 1 2 3 4 5 وعد 1 كده جاي بيقول لي اي 4 bromo 2 methyl butane هبدأ بالparent الاسم الاخراني اهو هرسم كام كربونا ده اللي هبدأ به الاول والاثنين دول branches هبدأ بقي واحد يوم مش فارغ لكن ده الparent او الroot مين كام كربونا واحد مين 3 4 خلاص هنا ملاش بيوتين خليها مثلا خليها خليها مثلا عايزين اسم كبير مثلا octane octane خلينا في octane اغير الاسم شوي octane يعني 8 كرب اهم يعني اعمل حاجة جديدة 1 2 3 4 5 6 7 8 خلاص طيب هو قال 4 برومو ابتدي 1 2 3 4 اجا احط هنا 2 methyl اهي نكمل للا ناقص H دي ناقص 3 ولا الحرف دي H3 هنا ناقص H هنا ناقص H2 هنا H H2 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 طيب بعد ما عملت كده احنا دي اتعلمنا لما يدينا الاسم احنا نرسم العكس بقى انه يدينا الرسمة واحنا نقول الاسم ركز بقى معاي عشان هنا فيه شوية معلومات مهم احنا دي اخد نا الاول انه اداني الاسم وانا هنا لايه حرية ان انا عد من اليمين من الشمال انا حر لكن افترض بالعكس انه اداني الاسم وقال لي اديني اديني اتعلم انا ادي اربعة كربون وهنا بي ار وهنا ch3 واكمل لنقص h h3 h h h3 اسمعوني بقى اللي هو write the name write its name حضرتك عشان تجيب الparent هتعد carbon atom تجيب longest continuous carbon chain اطول سلسلة فيها carbon atom جنب بعض على طول اهم اي دول كام اربعة يبقى بيوتي خلي بقى لك longest continuous carbon chain دي لها اشكال ممكن تبقى straight اي بص المنظر ممكن longest continuous carbon chain عشان اجيب الparent الparent هو longest continuous carbon chain ممكن يبقى straight ممكن يبقى الحرف ده كده ممكن كده ممكن كده ايه بعيدة عن حرف T لو لقيت نفسك ترسم T يعني هنا هو كده دول كده يبقوا 5 carbon يبقى لازم لازم continuous carbon chain ايدي ما تطرفعش وانا باخد الخط طيب انا ممكن عدي هنا من 1 2 3 4 او 1 2 3 4 انا واحد الصح اللي هو written in blue ولا circled in red انا طريق اتجاه اللي صح ابدأ من هنا ولا من هنا ولا مش فرقة حضرتك نمرة واحد شوف البرانش بتوعك واجمع ارقامهم هنا 2 3 وهنا 2 3 the same بس نمرة 2 شوف بقى الالفابيتيكال order of the branch لقيت هنا برومو وهنا مثيل كلمة برومو بتبدأ بحرف بي كلمة مثيل بتبدأ بحرف م لازم تروعي الالفابيتيكال order بمعنى اذا توفر لك وان الارقام مش فرق ايمين من شمال زي بعض يعني هنا 2 3 او من هنا 2 3 ومراعيتش الالفابيتيكال order بيبقى الاسم غلط يعني ايها راي الالفابيتيكال order يعني هنا لازم 2 مع برومو و3 مع مثال خصوصا انها مش فرق يعني لو كنت كتبتها 3 برومو 2 مثال يبقى غلط وانا بكتب بسجل الاول الالفابيتيكال order يعني هكتب هنا 2 برومو اهي 2 برومو شرطة 3 مثال بيوتين لان جتلي تشانس انه قدي الحرف الالفابيتيكال order الاول الرقم الاصغر وما استغلتها شي بقى انا ترقية بقى اسمي غلط لانا ولد كتب هالي 3 برومو ابدأ بحرف البيع عشان الالفابيتيكال order 3 برومو مثال هتبقى جابته غلط بيوتين هتبقى الاجابة غلط ليه مراعش فكرة الالفابيتيكال order انه الالفابيتيكال order لو جتلي فرصة منديله الرقم الاصغر وما استغلت هاش يبقى النومنكليتشر او النام بتاعي غلط تبقى تسميتي غلط قلنا what are the shapes of the parent parent بياخد اشكال المهم بتبقى continue يعني لو رسمتلك كده مثلا بص معايا المنظر ده ch3 chcl ch2 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 cl مثلا مرسومة كده خلاص هو اجابها لي كده وهنا بس فين longest continuous carbon chain اهي ايدي ما اترفعتش اهي دول كام 1 2 3 4 5 يبقى الاب باسمه pentane هبدأ الترقيم من الشمال ولا من اليمين ولا مش فرق اجرب هبدأ من فوق 1 2 3 4 5 يبقى البرانش ده وده على carbon 2 و5 طيب لو بدأت من هنا 1 2 2 4 5 مجموعة 2 plus 5 equals 7 plus 5 لكن in blue لو جمعت 1 plus 4 equal 5 5 يبقى يبقى لازم اخد الترقيم اللي in blue كده كده انا ببدأ العد من الاقرب من الصيد الاقرب للبرانش فبالتالي الاسم ده هيبقى الصح بتاعه ايه ادي parent pentane هيبقى 1 1,4 dichloro لما لقيت ان التو برانش نفس الاسم فبدي 1 4 dichloro pentane واللي بحطه في حساباتي في ترتيب البرانش يعني في ترتيب الكتابة الاسم كلورو ما ليش جعب di try وتترا فيش الكلام ده ما يخص نيش يعني فهمت الجزئية دي معايا هدي مثال كمان لانه الحقيقة النomen clature once organic كويس يعني اللي تعبان في الorganic تعبان لانه مش عارف يترجم الاسم لرمز ولا عارف يترجم الرمز لاسم يعني هو مديله الرمز وقاله دي تنايم او مديله النايم هو مفودي يترجم عشان يعرف اكتب الاكويش هو مش عارف فمنزله ايه دي معضلة الorganic عشان كده بقولك انا معنيش مشكلة ان انا جزء من حلقة النهاردة ولو جزء كبير ان شاء الله رب الحلقة كلها تبقى على التصمير فمقابل ان حضرتك تبقى بتسمي كويس بص المنظر ده كده مثلا مثلا اهو 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 وادي يلا عايزين اجيب ال Longest Continuous Carbon Chain اهي طالما ماشي straight ايدي ما اترفعت شفت ما رفعتش ايدي خلاص اعد من هنا ولا من هنا اشوف الاقرب للبرانش لو هنا 1 2 3 ببدأ بالParent اجيب اسمه 4 5 6 7 لو كنت اشتغلت كده بعت 1 2 3 4 5 6 لا اخد 7 ده بالنسبة لي برانش وده برانش كده الParent بقى اسمه Heptane حاجي كده هافترض ان دي H بس وانا هضيف هنا CL اوكي ولقينا ان العدد هنا 2 4 5 كان لو من تحت كانت بقى 3 4 5 يبقى 2 4 5 اصغر من 3 4 5 يبقى لازم ابدأ العدد زي بنا كانت بقى مرد كده طيب يبقى ده كمان برانش اوه انا بحب احب احط على برانش دواير عشان تبقى مميزة قداني وده باشتغلوا بقى مير وصاص في الورق فيش مشكلة طب انا عندي بقى كده 2 و4 داي كلورو يبقى انا هكتب كده 2 كما 4 بكتب الارقام كما داي كلورو 5 مثيل هبتيل 5 مثيل هبتيل صعب الدنيا اهي كده احنا تعلمنا انه بالطريقتين انه يديني يديني ونرسم او يديني الاسم يديني الاسم ونرسم او كده بالنسبة لنا جزء النومنكليتشر خلص طيب عايزين بقى نتكلم على الالكينز از اهومولوجس سيريز هنتكلم على نبدأ نبدأ يبقى هنتكلم على البرابي الالكينز انا عندي فيزيكال بروبيرتز كيميكال بروبيرتز انا هدأ بالفيزيكال بروبيرتز انا عندي من سي ون لغاية سي فور جاس من سي فايف لغاية سبنتين ليكويدز مور دان سبنتين سوليدز ده بالنسبة لل فيزيكال بروبيرتز طيب ما تنسوش ان احنا قيلين ليه هومولوجس سيريز ليه الالكينز هومولوجس سيريز كنت قيللكو ده بسبب انه عندهم كل ممبر بيزيد عن اللي قبلو كل ممبر بيزيد عن اللي قبلو بCH2 حتة دي عايز اعمل عليها تشكل اول قبل ما اكمل ال ان انا عندي CH4 اوكي C2 H6 C3 H8 C4 H10 هتلاحظ انه عملت ده مينس ده هلاقي ان ده بلس CH2 يديني ده وده بلس CH2 اللي هي المثايلين جروب سمت مثايلين ان هي مثايلين جروب اوكي and so on تمام لا عدد بقى لا نهاء تمام كده طيب ده عايز رجعنا برضو المعلومة مهمة جدا في نوعين من الاسئلة ممكن يجولي في قصة الهومولوج السيريز دي هو ممكن يقولي الكين اوكي كونتين سيفنتين اتم كده بيسألني على عدد سبعتاشر اتم find its formula هنعمل حاجة هقول cn h2n plus 2 equal 17 شو قال كده طيب نيجي هعود عن كل الكربون او هيدوشين كاننها ب1 تبقى n one time n plus one time 2n plus 2 equal 17 يبقى 3n equal هوادي 2 نحية التانية بالناجاتف ب15 هنعمل divide 3 هنا هتطلع n equal 5 يبقى formula c5 h12 هنا بيسألني على العدد اوكي خدتو لكو حبيبي هو هنا بيسألني على العدد هو ممكن يسألني على mass بصت بقى ازاي لو جات لي القصة دي انه هو ممكن يسألني على mass برضو يقول alcan وهو عايزني اجيب formula بتاعته او alcan او its mass equal its mass equal its molar mass equal 58 gram per mole 12 its molecular formula وراح كاتب لي between brackets ان c 12 وال h 1 انت عندك general formula cn h2 n plus 2 انا بقى المرة دي انا في المرة المسألة اللي فاتت اللي كانت اعداد كنت باشيل وكتب 1 هنا عشان mass هشيل وكتب ال mass هشيل c وكتب 12 وشيل h وكتب 1 فبقت 12 n plus 1 times 2 n plus 2 equals 58 خدت بالك لما المسألة كانت ارقاء اعداد عوضت عنهم ب1 not اهي ف1 time n 1 time 2 n 2 n نزلت 2 اشتغلت عادي لما المسألة قلب اتماس عوضت بالاوزان بتاعتهم اللي في البركت فبقى عندي 12 n plus 2 n plus 2 equals 58 يبقى 14 n equal 56 2 راحة الناحية التانية بالناجاتف divided 14 divided 14 تطلع n equal 4 تبقى formula C4 H10 دي من الاسئلة اللي حلوة وبتيجي بنلاقيها في الامتحانات انا حبيت عملها كإني بقطع الجزء بتاع الفيزيكال properties عشان اواريك انه في اوزان تقيلة فهو ده اللي بيعلي الملتنج point احنا اتفقنا انهم جازز وليكويد وشالد ادي اول صفة الصفة الثانية ان احنا as we go down the series او as the molar mass increase ده اللي خلاني لجأت للسؤال اللي فات الملتنج point والبويل point increase انا بتكلم على physical properties حاج اتكلم عن chemical properties انا بتكلم على their reactions number one they are chemically inactive ليه بقى give reason because they have strong sigma bond ليه صعبة الكسر strong sigma bond البند sigma دي واخدنا في ثانية سانوي انها bond قوية جدا كسر عصعب يبقى give reason ليه هما chemically inactive because they have strong sigma bond d hard to be broken اللي كانت صعبة تكسر من ثانية سانوي البند دي قوية كسر عصعب عشان كده هما تفاعلاتهم بسيطة okay hard to be broken okay كده طيب عايزين نشوف chemical properties او التفاعلات دي عاملة ازاي بص كده معي انا هقسم هم لك الى يبقى chemical reactions احنا قلنا تفاعلاتهم بسيطة لان هما chemical inactive chemical reactions of alkanes اولا combustion burning number two substitution هنفهم كل تفاعل يعني ايه number three thermal catalytic cracking thermal catalytic cracking خلاص خلاص دي التفاعلات اللي عندي بخصوص ال alkanes هنبدأ تفاعل تفاعل number one البخص الكمبخص الكمبخص اوكي الكمبخص انا عندي الكمبخص اي ارجانيك كومبخص هعمله burning في oxygen هيد ديني carbon dioxide plus water plus energy فهو exothermic reaction عشان كده هو بيعتبر fuel طب نزبط بقى البالانس ايهنا انا محتاجة حط two كده البالانس بتاعي زبط ده gas 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 الووتر تعتبر يا liquid يا vapor ممكن تكون liquid والانرجي اللي طالع ده الكمبخص خلي بالكو ان احنا بنتكلم على الرياكشن لسه ما تكلمناش على الpreparation انا حب انهي يعني ممكن الحلقات دي او الحلقة الجاية حسب وقت الحلقة كافيني ولا لا اتكلم عن الpreparation of methane الحلقة الجاية مش مشكلة بس المهم ان حضرتك تبقى عارف ان انا درسي متقسم ازاي انا اتكلمت عن الالكينز اتكلمت عن البرابيتز فيزيكال وكاميكال اتكلمت عن النومنكليتشر ما فضليش غير تحضرهم بتحضروا ازاي وانا شغالة في الرياكشن انا اتكلمت عن اول تفاعل كاميكال بروبيتز الكمبخص حبا اتكلم على التفاعل التالت قبل السبستيوشن انا محب ارتب درسي بطريقتي انا التفاعل التفاعل الالكينز عندهم حاجة اسمها long chain long chain زي C8 H18 ده تمانية كربون جنب بعض لو حطيتلو heat وpressure وكاتاليست انا اقدر اكسر التمانية كربون دول اخليهم C4 H10 plus C4 H8 فبقوا shorter الكن وبقوا shorter الكن الحقيقة ليه بنعمل thermal catalytic cracking shorter الكن لانه المفروض ان استخدامات الكن as fuel كل ما كان الكن shorter كل ما كان استخداماته كbetter fuel احسن فانا عندي الهي fuels او الكن الطويلة الهي ملهاش استخدام as a fuel ابدا فعشان ان انا عندي اصلا الكن بتستخدم ك fuel وقود فانا عندي منها في منها قولنا solid و liquid و gas صح انا عندي الجاس زي الميثان example methane الليكويدز عندي الكيروسين والجازولين قلنا الجازولين اللي هو وقود العيربيات والكيروسين الاروبلين كيروسين and gasoline والsolids عندي الparaphin wax والalkanes لها common name اسمهم paraffins شموع بسبب الparaphin paraffins ده common name بتاعتها paraffin هنا في double f paraffin wax ده solid اوكي فانا عندي long chain الكن و liquid يبقى كيروسين والجازولين long chain alkane و liquid يبقى كيروسين والجازولين وعندي الparaphin wax ده يعتبر solid اوكي وبالتالي انا ما بس تخدمش الparaphin والبيتومين والحاجات دي قوي فبعمل لهم cracking عشان اوصل بهم ل shorter chain فيبقى ليهم fulfill the needs as fuel يعني يملو فراغات طبعا احنا عارفين ان fuel non-renew وبالحي يخلص فده عشان اقطر من كمية الفيول اللي اقدر استعملها في الحياة في العالم يعني طيب هنيجي على الرياكشن اللي هو التاني يعتبر السوبستيتيوشن رياكشن اوكي السوبستيتيوشن رياكشن هي تسمت السوبستيتيوشن ليه عشان فيه H بتخرج ويخش الرياكشن او 400 سلزيز كلورين سي اللي بخرج H ودخل سي L والإتش خرجت مع السي اللي التانية الداني HCL اللي خرج ده اسمه كلورو ميثين احنا اتفقنا ان بتسمية اللي تعلمناها دي طبعا لسيستم اسمه EUPAC هي اختصار كلمة والحقيقة ده system responsible for giving a name for organic compounds فتبعا للأيو باك انا بسمي البرانت اللي هو اللونجست كونتينيو كاربون تشين فيبقى ده البرانت اسمه ميثين وده برانش طيب انا كنت ممكن اسميه بطريقة كومن عادية واقول عليه ميثايل كولورايد ده EUPAC والطريقة التانية كومن EUPAC وكومن هقوله دلوقت اللي هو methyl كلورايد خلاص نيجي بعد كده C2 H6 بلس كلورين في وجود الالترا فيلوت وربعمية او يعني يكتب ده يكتب ده اوكي هيديني انا اسفة C او احنا كنا مستعملين CH3 CL اسفة هيحصل ايه CH2 بل ويخرج ويخش CL فيبقوا CL2 ويطبق لي برضو HCL كل مرة طيب بطريقة ال EUPAC داي كلورو ميثين هامل ال EUPAC دايما ازرق وال common دايما احمر اوكي داي كلورو ميثين طيب لو عايزا Common يبقى مثيلين ما قولنا C protections مثيلين مثيلين agile كولورايد نأخذ الميثايلين كولورايد أحط له CL2 تاني في وجود ألترا فيلوت عدد الـ CH هيقل والـ CL يزيد عدد الـ H يقل والـ CL يزيد ويديني HCL ده تراي كلورو ميثين الـ common name بتاعه أخذ بالك منه لأنه مهم قوي كلورو فورم كلورو فورم طيب فاضل الاحتمال الرابع أني هاخد CHCL3 هنقص عدد الـ H وزود عدد الـ CL مصف كده معايا أهو أنا عندي CH CL3 أوكي هحط له كلورين في وجود ألترا فيلوت فيديني C CL4 بلس HCL ده اسمه ايه تترا كلورو ميثين خلاص نيجي بقى هنا عندي ممكن أسميه كربون تترا كلورايد أنا هكتبه بالأحمر المفروض أهو الكربون تترا كلورايد أهو ده الـ Common كلنا عملناهم دول اسمهم هالو ألكينز اسمهم ايه؟ هالو ألكينز هالو كلمة هالو ألكينز هي compound ألكينز فيها هالوجين هالوجين ده يا فلورين يا كلورين يا برومين يا أيدين ليهم استخدامات جميلة جدا فأنا عندي عنواني uses of هالو ألكينز باستخدم الهالو ألكينز في ايه؟ الهالو ألكينز استخدامتها الكلورو فور ده 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 قديما كان بيستخدم كمده مخدرة بنجي في العمليات بس الحقيقة الـ those lead to death of many patients الجرعة الغير دقيقة منه كان بتعدي إلى وفاة المرضى فبطلوا ويستخدموا فبقى فيه بديل له اسمه هالوثين هالوثين ده ده هو البنج الهالوثين ده ده الكمن نيم الـ بتاعه تو برومو تو كلورو 1 1 1 3 فلورو ايثين انا هنا بديك الاسم وعايزة بنرسم هنرسم البارنت الاول ايثين يعني اتنين كاربون الكاربونة التانية انا بعد دايما من اليمين لنفسي الراشة لو انا برسم لكن لو هو جايبهولي عد من الاقرب للبرانش لو هو اللي رسمه وانا هاديله اسم فانا هحط هنا بي ار وهنا سي ال وهنا اف 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 وكمل للاقص اتشاد ده الهالوثين ده البنج بتاع دلوقتي ده البنج المستخدم في عمليات دلوقتي لانه سيفر اكثر امانا طب عندي استخدام ايه تاني عندي الفريون مركبات الفريون بيستخدم أزا كولين سبستانس مادة مبردة في الريفريجريتور والأير كونديشن بيستخدم أزا كليينيج سبستانس فر إلكترونيك سات بالبلاور بيستخدم كراشن سبستانس في البرفوم ناوي دائما نستطيع بيستخدم مين مركبات الفريونز؟ CF4 وCF2 CL2 دا المستقمن دا الأكثر شهرة بطلنا نستخدمه لأنه يتخذ الديكاية من الأزون الذي يحكم من الأزون هو بقى بيعمل تأكل في طبقة الأزون اللي كانت بتحمينا من الأزون فبطلنا نستخدمه وفيه اتفاقية على أنه 2020 دي آخر سنة لاستخدام الفريون والبدائل تشتغل من السنة الجاي ليه أصلا كنا بنستخدمه؟ لأنه cheap non poisonous non corrosive tomatoes easily to be liquefied كنا بنستخدمه للأسباب دي خلاص؟ طيب دا الفريون عندي مركب تاني اسمه 1-1-1-3-chloro-ethane دا بيستخدم في dry cleaning أو CL-CL-CL وهنا H-H دا في dry cleaning دي كده الاستخدامات بتاعة الهالو الكنز طيب أنا عندي أنا مخلصتش كل الرياكشنز أنا فضل لي تفاعل هو أنا أقدر الميثين لو سخنته هذه الميثين لو سخنته عند درجة حرارة ألف which is a great temperature هاحصل على الفاينالي ديفايد كربون which can be used as a printing ink أحبرت بعض اسمه فينالي بيبقى طالع باودر فينالي ديفايد كربون used in printing inks في البلاك بوليش في القار تاييرز دا استخدمات الفاينالي ديفايد كربون الميثين انت واخده معايا في مدريكس لو سخنت اتنين ميثين مع CO2 ومية انت بتحضر لكربون مونوكسايد و5H2 دا الووتر جاز used as a fuel دي طريقة كانت في مدريكس دا بيستخدم as a reducing agent في مدريكس فرنس انت هتتعلم تحضره معايا بطريقة تانية في الأورجانيك دا في مدريكس لو انا خدته الميثين مع مية هطلع CO في درجة حرارة 725 في وجود كاتاليست هطلع CO و3H2 جاز خلاص ادي جاز وادي فيبر الدرجة دي الكافية لانها تسخن المية يبقى انا دا طريقته في مدريكس دا طريقته في الأورجانيك انا كده بنسبالي تفاعلات خلصت ما فضل ليش غير البريباريشن في اللاب ازاي انا هحضره في اللاب ازاي هرسم الرسمة واقول لك الايكويجن وحيط اخلص النهار دا طريقة على الحيط ما حيطش هبدأ بيها ان شاء الله حلقة المرة الجاي انا عندي فليم اهو اهو ودي النار اهي وطبعا التاس تيوب مش هينفع اسابها متعلقة فابعمل لها ستاند كانت المرة اللي فاتت برضو لما كنا عاملين بتاع الارجانيك ماتيريال في الاكسبيرامنت لما رسمناها كان لازم برضو حط هنا ستاند الامبوبة دي مش هتقف كده في الهواء لازم حاجة تمسكها اوكي والاحز ان الرسمتين شبه بعض خلي بالك عشان ما تلخبطش بينه وقادي التاس تيوب مقفولة بستابر انا حط اي بقى هنا ركز بقى معايا كده حطة في الامبوبة مادة اسمها سوديم اسيتيت ومعاها سودالايم السودالايم هي خليط من الناواتش والسي اي او وبسخ ايه فايدت الخليط ده يعني انا عندي سي اتش ثري سي او او ان اي ومعاها ان اي او اتش وحطة سي اي او اولا ان اي اتش بيري اكت لكن السي او بتلور الملتنج بوينت بتقللي الملتنج بوينت بتاعت الميكستشر فبتسيف اي انا انا هعمل له او او بيجمع بازاحة الماء لاسفل ليه بيجمع بازاحة الماء لاسفل لان هو lighter than water وinsoluble than water وادي كل دي مية اهي كل دي مية اصلا وهنا ده الميثين جاس بيخرج للميثين ومعها Na2CO3 الطريقة دي اسمها dry distillation method الطريقة دي اللي هو dry distillation بتعتمد على فكرة انقاص عدد الكربون بمعنى ان COO بتخرج مع ال Na هي وال NaO في صورة Na2CO3 والH الضم هنا فيبقى CH4 فلو انا عايز احضر الميثين بستخدم salt فيه اتنين كربون CH3COONA لازم CONA يعني افرد ان انا عايز احضر E2 انا هعلمك طريقة لطيفة نفترض ان انا عايز احضر E2 C2H6 اهو انا عايز احضر C2H6 يبقى انا هبدأ بكمباوند فيه مين قلنا COONA يبقى لازم ابدأ بC2H5 ليه؟ عشان C2H5 مع COONA هتاخد ال NaOH وهنا CO ويطلعوا لل NaO مع COONA اهم دول في صورة NaOH قولنا دايما ال H بتروح لاخوتها هنا وال NaOH مع COONA بيدوني Na2 CO3 الطريقة دي اسمها Dry Distillation دي طريقة اسمها Dry Distillation كده دي تاني تجربة عندي وبيجمع C4 By Downward Displacement Of Water لانه Lighter Than Water وفي نفس الوقت Slight Asparanj لصالبال اين ووتر او بنعتبر او اين صالبال اين ووتر ما بيدبش في المية احنا تكلمنا على ال Uses بتاعة ال Alkane كلها وتكلمنا على ال Reaction ما تنساش التفاعل بتاع Thermal Catalytic Cracking شعار فاري قدروا دايما بتنسوه ان احنا كان عندنا C8 H18 عملنا له Thermal Catalytic Cracking في وجود وبراشر وكاتاليس خليناه C4 H10 وC4 H8 C4 H10 ده Alkane ال Alkane دي Petrol زي جماعة ال Alkane اصلا موجودة فين ال Alkane اصلا موجودة في ال Petrol يعني ال Petrol بير ال Petrol لما بيطلع هو عبارة عن mixture of Alkane المethane اصلا بيبقى موجود فين المethane يموجود على surface بتاع ال Petrol يموجود بير لوحده بير غاز طبيعي زي ما مصر مشهورة بالغاز الطبيعي طب المethane بيتسمى gas of swamps ليه gas of swamps لانه نتيجة decay of the organic material في المستنقاط بيطلع المethane جاز المethane بيتواجد في ال coal mines في الاتموسفير بتاعها في مناجم الفح في الجو بتاعها ليه نتيجة الدكاي بيخرج المethane جاز عشان كده ممكن بنسميه explosive gas نتيجة انه احنا بنفتح المنجم وبندخل الكيروسين لام بلمبة الكيروسين عشان نشوف المنجم في ايه بيحصل explosion فبيكوز explosion يبقى هو موجود مع المينز موجود مع ال swamps في ال organic material موجود مع المترجم على السورفاس او ميثane جاز بيمثل التركيب او الناتشرا الجاز الغاز الطبيعي اللي هو اسمه ال common الغاز الطبيعي ده الاسم الكمن للميثان بيبقى 90% او من 50% 90% تقريبا من تركيبه ميثان جاز انا عندي ممكن الناتشرا الجاز الاقي مع ايثين او بروبين وبيوتين البروبين والبيوتين لو فصلتهم لوحدهم هعبيهم في ايرن سيلاندرز زرقة الايرن سيلاندرز دي لو انا راح بيها حتة برد احط بروبين اكتر لانه لايتر خفيف لو راح حتة